أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية ولكن بعد أهم العناوين في الهيئة نت الكشف عن تعاون بين وزارة الخارجية الأمريكية والميليشيات الطائفية في المدى الدعوة يسعى لقانون الانتخابي ينهي التنافس بين الإعبادي والمالكي وفي كتابات مماهدة للبدء بحوار بين الطرفين بغداد تعتبر التزام أربيل بوحدة العراق إلغاءاً للاستفتاء نقرأ في الجزيرة نت اتفاق قطري سوداني لإنشاء أكبر ميناء بالبحر الأحمر في العرب الجديد سلو ينشق عن قصد وخسائر كبيرة للنظام في الغوطة الشرقية وتكتب القدس العربي رايتسووتش اغتصاب جماعي للنساء الروهينغا على يد قوات الأمن والجيش في ميانمار أما في الحياة مجلس الأمن يصوت على تمديد تحقيق الكيماوي في سوريا من زاوية العناوين إلى زاوية المقالات والبداية بهذا المقال حيث اعترف مسؤولون أمريكيون بأن ميليشيات عراقية مدعومة من إيران قد تكون استخدمت أسلحة أمريكية وقالوا إن ذلك عزز وضع الإيرانيين في مناطق بالعراق وفق صحيفة واشنطن فري بيكون الأمريكية ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الكونغرس أن الاعتراف يتزامن مع تزايد القلق في الكونغرس من أن الحكومة الأمريكية تعمل بهدوء مع المقاتلين الشيعة المرتبطين مباشرة بالحرس الثوري الإيراني وأشارت هذه المصادر إلى القلق من استمرار واشنطن في تقديم التسليح والتدريب لهذه الميليشيات في إطار برنامج بدأ في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وهو مستمر في ظل إدارة الرئيس الحلي دونالد ترامب ويصف مشارعون البرنامج في الكونغرس بأنه أكبر فشل للسياسة الخارجية الأمريكية وصرح سانتس للصحيفة بأن الكونغرس زاد من ضغوطه على وزارة الخارجية الأمريكية كي تكشف عن المعلومات التي حجبتها حول العلاقة بين الجيش الأمريكي والميليشيات الموالية لإيران في العراق كما حذر من أن الخارجية الأمريكية يجبها لا تنخرط في أي قضية مشتركة مع الحرس الثوري خاصة قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني حسب ما جاء في مقال الصحيفة الأمريكية وكشفت الصحيفة الأمريكية استنادا إلى معلومات استخباراتية أن كتائب حزب الله ومنظمة بدر من بين الفصائل العراقية الموالية لإيران التي استفادت من البرامج العسكرية الأمريكية بالعراق وقالت أن هناك أربع فصائل عراقية أخرى على الأقل استفادت من برامج التدريب الأمريكية ووفق هذه المصادر فإن كتائب حزب الله العراق تلقت تمويلاً وأسلحة بينها مدافع من خلال البرامج الأمريكية وقالت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منحت تمويلات لفصائل مرتبطة بإيران عبر أبو مهد المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وكانت واشنطن صنفة المهندسة إرهابياً واشنطن فري بيكون تقول أيضاً أن استفادة الميليشيات العراقية من التسليح والتدريب الأمريكي عزز وضع إيران في مناطق مهمة بالعراق وبدى متضارباً مع السياسة التي تبنتها إدارة ترامب بمواجهة جهود إيران العسكرية في المنطقة والتي تشمل استهداف القوات الأمريكية في سوريا ومناطق أخرى وأقرى مسؤولون في إدارة ترامب للصحيفة الأمريكية بأنهم اطلعوا على دلائل تشير إلى استفادة مجموعات عراقية ضمن القائمة السوداء من أسلحة أمريكية وذكرت صحيفة واشنطن فري بيكون أن النائب الجمهوري رون دي سانتيس كان أحد النواب الذين توصلوا مؤخراً إلى أدلة وتثبت هذه الأدلة استخدام ميليشيات موالية لإيران دبابات أمريكية لا معنى لمناشدات حيدر لعبادي للكتل النيابية والأطراف السياسية عدم استخدام الحشد والأجهزة الأمنية في الانتخابات لأن المشهد على الأرض في المناطق الصينية يؤكد أنها على موعد جديد مع أعمال عنف كما كتب هارون محمد في صحيفة العرب اللندنية الذي يستهلها بالقول يخطئ من يعتقد أن فصائل الحشد الشيعي ستسحب مسلحيها من حزام بغداد أو ستخلي مقراتها في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالا وكاركوك أيضاً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يصر حزب الدعوة وزعيمه نور المالكي على تنظيمها في مايو 2018 بمن يحضر وبتحريض إيراني مكشوف نتابع إن الأوضاع في أحياء غربية الموصل التي سلمت من التدمير الذي طال المدينة في المعارك مع تنظيم داعش تنظر بمواجهات بين السكان وفصائل الحشد التي استولت على مبان حكومية وأهلية وافتتحت مقرات وأنشأت نقاط تفتيش فيها مع رفع رايات ولافتات طائفية ونصب مكبرات صوت تذيع على مدار الساعة لطميات وخرافات والأمر نفسه يجري الآن في كاركوك بعد إنهاء الاحتلال الكردي لها والسحاب قوات البشمرغ منها فقد زحفت الميليشيات الشيعية إلى أحيائها العربية والتركمانية واتخذت مقرات ومكاتب فيها وبدأت تمارس أنشطتها طائفية لتعيد إلى أذهان سكانها الأصليين تجاوزات الأحزاب الكردية العنصرية في الهيمنة والتسلط ورغم النفي الحكومي لمشاركة ميليشيات الحشد في معارك قضاء القائم المقابل لمدينة البوكمال السورية إلا أن الصور والأفلام التي عرضتها أعداد من الفصائل تبين أنها شاركت فيها ونشرت وحدات منها في الأراضي السورية في حين انتشرت وحدات أخرى على طول الطريق البري الدولي الرابط بين العراق والأردن ويضيف الكاتب أما الأوضاع في محافظة صلاح الدين وديالة وشمال بابل فهي تسير من سيء إلى أسوأ ولا تستطيع السلطات الحكومية فيها توفير الأمن والخدمات وفي اجتماع عقد في بعقوبة مركز محافظة ديالة ترأسه هادي العامري في مطلع الشهر الحالي وحضره عدد من شيوخ العشائر الشيعية وهي أقلية في المحافظة كان محور النقاش فيه أن يفوز عشرة نواب شيعة في الانتخابات المقبلة من أصل أربعة عشر نائبا هي حصة المحافظة وترك مقعدين أو ترك مقعدين لسنة الحشد أي الموالين للميليشيات ويختم الكاتب وبعد كل هذه الإجراءات القمعية والسياسات القهرية يريد حزب الدعوة وفصائل الحشد والولي الفقه الإيراني يريدون جميعا انتخابات تسودها الشفافية والنزاها أفرد الدستور العراقي الحالي للهيئات المستقلة مكانة خاصة عندما عدها واحدة من السلطات الاتحادية بعيدا عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلا أن هذه الاستقلالية تم إمكارها مبكرا ولم تستطع البنى الذهنية للنخب السياسية العراقية أن تتسق مع هذه الفكرة ففكرة السلطة في ذهم هذه النخب تشتمل ضمنا فكرة الهيمنة هكذا انتهينا إلى محاولات إنكار استقلالية هذه الهيئات عمليا ثم حدث تطور من نوع آخر حين انتهت محاولات الهيمنة إلى وعد استقلالية هذه الهيئات مع قرار المحكمة الاتحادية رقم 88 لسنة 2011 الذي جرد هذه الهيئات المستقلة من صفة الاستقلالية وجعلها تابعة للسلطة التنفيذية مع الإبقاء على صفة المستقلة كما جاء في مقالة للكاتب يحيى الكوبيسي نشرتها له صحيفة القدس العربي ولن يختلف الأمر كثيرا مع الهيئات المستقلة المفترضة الأخرى فهيئة الاتصالات والإعلام التي مازال قانونها رقم 65 لسنة 2004 يتحدث عن الاستقلال بوصفه مفتاح تحقيق الفعالية في تنظيم وتعزيز الأسواق التنفسية وإن هذا الاستقلال يعني ضرورة عدم تعرضها للتدخل أو الضغط السياسي غير الملائم من أي حزب سياسي تحولت في الواقع إلى هيئة حزبية بتواطئ جماعي ويتبق الأمر نفسه على شبكة الإعلام العراقي الذي يكشف قانونها تحولا صريحا في ذهنية المشرع العراقي هذه المرة فقانون الشبكة رقم 26 لسنة 2015 الذي تحدث عن شبكة تعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية أطاح هو نفسه بهذا المبدأ عندما اشترط في أعضاء مجلس الأمناء ورئيسها أن لا يمارس أي منهم أي نشاط حزبي أثناء عمله أي أن شرط الاستقلالية لم يعد شرطا مسبقا للترشيح بل شرطا لاحقا به هكذا تحولت الشبكة هي الأخرى إلى هيئة حزبية اليوم تتقدم المحكمة الاتحادية العليا بخطوة إضافية ليس باتجاه انكار استقلالية هذه الهيئات المستقلة التي قرارها الدستور العراقي كما فعلت في قرارها السابق بل باتجاه التدليس الصريح على فكرة الاستقلالية التي وردت في القوانين المنظمة لعمل هذه الهيئات إن مجرد ترشيح قيادي في أحد الأحزاب ذات الخصومة التاريخية الطويلة مع حزب البعث والممثل لذلك الحزب في قضية ما زالت مطروحة أمام القضاء حينها بهذا المنصب إنما يكرس حقيقة واحدة ألا وهي أن فكرة السلطة في ذهن النخب الحاكمة لا تعني شيئاً سوى مزيد من السيطرة على الدولة ومؤسساتها بالكامل الشعب العراقي بحاجة لقانون حرية الحصول على المعلومة أكثر من أي شعب آخر في العالم وخاصة الصحافة والإعلام نظراً لحجم الفساد المالي والإداري والسياسي الذي ضرب جميع مفاصل الدولة وتسبب بانتشار الإرهاب وهدر الثروة الوطنية والاستغلال البشع للسلطة والظلم هذا ما يقوله الكاتب عماد الأعراجي في مقال له بموقع كتابات يقول أيضاً أعتقد أن مسودة هذا القانون مركونة على رفوف مجلس النواب وتشكو الإهمال لأن مثل هذه القوانين خطيرة على الفسدين وكناشط سياسي وحتى مواطن عادي أحتاج إلى الشفافية حتى تكون لدي فكرة عن أداء المسؤولين المحليين والفيدراليين أحتاج الإطلاع على تطورات ملف سقوط الموصل وتكريت وبعض المدن الأخرى بيد داعش الإرهابي ولماذا لم يحل المسؤولين عنها من المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل أحتاج الإطلاع على تقارير الحوادث اليومية لمديرية شرطة محافظة بابل وهل فعلا أن حوادث السير أضعاف حوادث وتضحيات الإرهاب وما هي المعالجات لتلفيها أحتاج لمعرفة هل هناك عمليات إرهابية في محافظتي وعدد وأنواع حوادث الجريمة المنظمة وعدد حوادث السطو المسلح وغير المسلح وعدد الجرائم التي قيدت ضد مجهول وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق والمحكومين ومكان قضائهم ومحكومياتهم والانتهاكات التي يتعرضون لها وعدد المخالفين ومنتهكي حقوق الإنسان من أفراد الجيش والشرطة وعناصر الأجهزة الأمنية وعدد أوامر إلقاء القبض المنفذة وغير المنفذة أحتاج أن أعرف عدد الأيتام في محافظتي والأرامل والمطلقات ومن هم بلا معيل والمشردين ومن ليس لديهم مأوى وذوي الاحتياجات الخاصة وعدد الأسلحة المصدرة ومقرات الأحزاب عماد الأعراجي في مقاله يحتاج أيضا إلى أن يعرف المشاريع الاستثمارية الناتجة أو الإنتاجية المنجزة وعدد العاملين فيها من مهندسين وفنيين وغيرهم والمشاريع الاستثمارية المتلكئة وقال أيضا أنني أحتاج أن أعرف عدد وأسماء المشاريع الحكومية المتلكئة وأسباب تأخير إنجازها ودرجات اندثارها بتقادم الزمن ومسؤولية من؟ ملفات كثيرة لا تعد ولا تحصى لا يعرف عنها أو لا يعرف عنها الشعب شيئاً وخصوصاً عودة القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وربما الإسرائيلية إلى العراق بذريعة مكافحة الإرهاب عماد العرج يقول إن القائمة تطول لا يؤمن جانب نظام السوري أبداً قلنا أو لا يأمن قلنا ذلك مراراً إلى منتسبي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وزدنا على ذلك رهانكم خاسر لأنكم مهما قدمتم من خدمات لهذا النظام ضد الثورة السورية وضد السوريين فإنه سيلتفت إليكم ويسحقكم في أول فرصة تسنح له ولن يسمح لكم بإقامة دويلة أو كانتونات إدارة ذاتية في الجزيرة السورية أو في سواها من الشمال السوري وستدعمه في ذلك من نشيات نظام الملالي الإيراني بل وحتى الروس الذين يريدون استمالتكم إلى طرفهم هذا ما يراه الكاتب عمر كوش في مقال له منشور بصحيفة العرب الجديد نتابع جزءا من هذا المقال معطيات الصراع في سوريا تفيد بأن ما قام به فرع العمال الكردستاني مهدد بالزوال وأن قوات النظام وبدعم من ميليشيا نظام الملالي ستتقدم قريبا لانتزاع مدينة الرقة من قوات سوريا الديمقراطية المنتشرة في مناطق شرق نهر الفرات الأمر الذي ينظر بأن صراع تقسم النفوذ في سوريا ما بين الروس والإيرانيين والأمريكيين وسواهم لم يكتمل بعد وبالتالي ستوصل هذه الدول الخائضة في الدم السوري الإمعان في التنافس على تريكة داعش على حساب دم السوريين وخراب ما تبقى من مدنهم وبلداتهم وقرعهم لم يغف نظام الملالي مخططاته في الهيمنة والسيطرة على كل سوريا بل يطمح إلى أبعد من السيطرة على الرقة حيث تشكل إدلب عنواناً مؤجلاً في سعيهم إلى القضاء على المعارضة السورية ومؤشراً على أن الصراع في سوريا لم يكتمل بعد لكنهم يريدون من جعل السيطرة على مدينة الرقة محطة جديدة في الصراع مع الولايات المتحدة خارج حدود إيران يبدو أن الفرع السوري لحزب بيكيكي لم يتعظ من درس إقليم كردستان العراق حيث خاض ملالي إيران عبر ميليشيات عراقية تابعة لها وبإشراف قاسم سليماني معركة إحباط استقلال الإقليم مستفدين من تلاقي المصالح بينهم وبين الأتراك وفي ظل تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها في إقليم كردستان العراق ويختم الكاتب معطيات الصراع في سوريا ما بين الدول الخائضة في دم السوريين تفيد بأن كل ما قام به الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني مهدداً بالزوال يبدو أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في الأشهر الماضية في المفاوضات مع روسيا من أجل تخفيض العنف وصلت إلى طريق مسدود فنهج روسيا أكثر تركيزاً على البعد الأمني مع عدم الرغبة في مناقشة مسألة الانتقال السياسي ومستقبل الأسد إضافة إلى حمايته على المستوى الدولي وكان آخرها استخدام الفيتو للمرات التاسعة الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار أمريكي يجادد للجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس الأمن نفسه باتفاق روسي أمريكي للتحقيق في المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا وخلصت اللجنة في تقريرها الأولي إلى مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيموي في خانشيخون في إدلب حسب ما جاء في مقالة للكاتب رضوان زيادة نشرتها له صحيفة الحياة اللندنية إنما تبقى من داعش على الأرض السورية سيصبح في حدود المسؤولية الروسية إذ أن روسيا الآن تقود مع قوات نظام السوري معركة دير الزور من أجل إخراج داعش منها ولا يبدو أن هناك تنسيق بين البلايات المتحدة وروسيا بهذا الشأن وهو ما يعني أن البلايات المتحدة وروسيا ستتقسمان النفوذ في الشمال السوري بالاعتماد على حلفائهما على الأرض حيث تبقى الرقة وما حولها تحت إدارة وحدات الحماية الكردية في حين تسيطر روسيا على دير الزور والميادين وغيرها من المناطق الغنية بالنفط لكن السؤال الآن بعد تحرير الرقة ماذا بعد؟ فقد تكون الخريطة السورية أكثر تعقيدا وبحاجة إلى انخراط سياسي وديبلوماسي وربما عسكري كامل في القضية السورية فالرئيس ترامب ذكر في بيانه بعد تحرير الرقة أن الولايات المتحدة ستنتقل قريبا إلى مرحلة جديدة سنقوم في إطارها بدعم قوات الأمن المحلية وخفض مستوى العنف في سوريا وتهيئة الظروف المناسبة لسلام دائم يضيف الكاتب ربما كان خبر تحرير الرقة من داعش خبرا سعيدا للسوريين لكن سيطرة الكرد عليها جعل السوريين يسألون ما هي الخطوة التالية في هذه الحرب التي دمرت المدن وشرادت الملايين وأبعدت الحلم في بناء سوريا ديمقراطية في المستقبل القريب من زاوية المقالات الحرة إلى زاوية الأخبار المنوعة واخترنا لكم منها هذا الخبر شاب مصري يفتتح مطعما جميع العاملين فيه من الصم والبكم لماذا؟ كأسرا لعزلتهم المجتمعية وضعف التواصل مع الآخرين ولتغيير الصورة النمطية التي تظهر أن التعامل بينهم وبين الأصحاء يتسلم بالصعوبة لذلك قرر محمد عرفات بعد عودته من سنوات عمل قضاها في السعودية في مجال المطاعم والفنادق وتحقيقا لرغبته في إقامة مشروع تجاري له طابع مميز قرر أن يكون فريق العاملين من الصم والبكم لكسر حاجز عزلتهم المجتمعية وضعف التواصل مع الآخرين وتأهيلهم نفسيا للتعامل بشكل طبيعي وسوي مع الزبائن ويضم طاقم العمل 16 شخصا لا يستطيع جميعهم الكلام إلا أربعة أشخاص فقط هم متلقوط طلبات عبر الهاتف أو كما يسمونه الكول سنتر ومسؤول خدمة التوصيل ديليفري ومدير لمطعم فترتين الصباح والمساء إلى جانب مالك المطعم نذهب إلى الكاركاتيار الآن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر